السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في قرارة مساء الأخبار اتنين معكم مخطوكم مونة تعالوا مع بعض نشوف آخر الزلازل منذ وقليل زلزلين واحد فيهم مدمر تعالوا مع بعض نشوف التفاصيل ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تدوس أعجاب أو لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس تنباد الزرار الأحمر مكتوب عليه اشترك أو سبسكرايب مجانا اشتركوا في القناة فعروا الجرس عشان يوصلكم مننا الإشعارات اللي بنزلها أول بقو اللي حصل زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس رفتر في مضغاشكر ده أول زلزال من 3 دقايق قبل نزول هذا الفيديو وده الزلزال الخفيف طب الزلزال القوي والمرعب والمدمر فين هنقوله مع بعض ولكن ده ذكرت السلطات في مضغاشكر أن الزلزال بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس رفتر درب العاصمة وقدت مناطق بالبلاد وأصاب الناس بحالة من الرعب والزعر وأوضحت السلطات وفقا ده معناها خلت وسائل أهلام محلية منذ قليل يعني أن مركز الزلزال درب البلاد وقع على بعض حوالي 5 كيلو من منطقة اسمائيست بمنطقة امبوالي التي تبعد 70 كيلو متر جنوب الحاصمة مشيرة إلى أن الهزة الأرضية استمرت حوالي 6 ثواني السنية في الزلزال بسنة يعني راضت ثلال الساعات الماضية لعدة هزات أرضية وبيقول أن الهزات ما زالت مستمرة حتى الآن لكن لا يمكن الشعور إلا ببعضها وأشار هؤلاء إلى أن المعهد رصد منذ 30 مايو الماضي عدة هزات أرضية دربة البلاد التي تقع بواسطة المحيط الهندي وتراوحت شدتها بين 1.5 درجة و4.7 على مخياس الاختر وكان الزلزال بقوة 6.1 ضرب منطقة المحيط الهندي يوم 31 مايو مفقا لما ذكرته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني لرصد الزلازل بالإمارات ده أول زلزال وقلنا عليه ده الزلزال البسيط تبيني الزلزال القوي زلزال ده من قوته وصلت درجة الاختر لستة فاصل اثنين ويهز سواحل فينزويلة كرندا برضو منذ قرير وظخر المركز الألماني الأبحاث علوم الأرض أن هذا الزلزال بلغ قوته 6.2 درجة وقع قرب سواحل فينزويلة اليوم وقال المركز أن الزلزال كان على قم جدا 90 كيلومتر طبعا زي ما أنتم تابعين معنا على قناة مثال أخبار 2 بيجي هوجر بيتس عالم الزلازل أو الباحث الهولندي في علوم الزلازل والجيوفيزياء والأكوان والكواكب وبيطلع لنا ببعض الأشياء اللي منها بنشوف زلازل في عدة موتن وعدة دولة طيب الزلزال القوي أيضا منذ دقائق الزلزال بقوة 4.9 فين في كوشيما اليابانية طبعا اليابان معروفة بالزلازل ولكن الزلزال ده يعني اقترب من 5 رختر منذ دقائق وانتحدد السلطات حتى الآن حجم الأضرار من كترها شارفين يحددوا حجم الأضرار لحد دلوق وانخر تمخرط الأنباء اليابانية كيودو عن وكارة الأرصاد الجوية اليابانية قولها أن الزلزال وقع منذ دقائق على عمق 50 كيلومتر وعشارة الوكارة لم يصدر أي تحذير حتى الآن من حدوث موجات مدعاتية تسونامي جراء هذا الزلزال طيب مواجه الزلزل دي هنه تأثر على بعض الدول الله على ما حدش لسه عارف الحاجات دي لكن نواتر الثاني بنشوف عالم الزلزل والباحث الولندي في طلع لنا بعض أشياء كده سعاد منها الحاجات اللي بتخوف الناس أو حاجات بتحذر الناس أنا عايزكم تكتبوني رأيكم في التعليقات بخصوص هذا الباحث الولندي هل هو مبني على علم أم لا شكرا لكم ما تنسوش لايك للفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته